لا أقول أن الأمر مظلم لكن الأمر مخوف للأمة إن لم ترجع إلى الدين نعم لن تموت هذه الأمة بفضل الله عز وجل لكن المشكلة أصبحت في العاطفة المشكلة أصبحت في أن الناس يظنون أنهم على الدين يطلبون المدد من الأموات ويبعضهم يفتي بأن هذا جائز طلب المدد من الأموات وهذا من الإسلام ومن حب آل البيت ومن حب الصالحين ويظنون أن الله سينصرهم يفعلون البدع ويظنون أن الله سينصرهم ومن تأمل وتدبر كتاب الله عز وجل وجد أن الله لا يعطي النصر إلا لعباده المؤمنين حقا الذين أقاموا الدين قال الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ثم بعد ذلك نقول نريد نقول أين الله لا نقول أين نحن أو الله يعني الذين يقولون كل هذا الظلم والفساد وما يحدث من مشاكل ومن قتل ومن هجوم الأعداء على الأمة الإسلامية أين الله لا قل أين نحن الله يعطينا النصر ونحن لا نقيم الدين لن يكون سنة الله عز وجل جعل الله من سنته أنه يعطي النصر لعباده المؤمنين المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لمن يعصوه فضلا على الذين يشركون به وهم يظنون أنهم على حق أو يبتدعون في دين الله ويظنون أنهم على حق فلن يحدث مثل ذلك نسأل الله السلام والعافية ولن يعطى النصر لمسعر حرب لن يعطى النصر لمسعر حرب تاني أكررها لن يعطى النصر لمسعر حرب وليس من حديث أبي بصير من نبي بعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويح أمه مسعر حرب فانتبهوا بارك الله فيكم